الو? الو? سلمة ازايك? ازايك يا فعند معامل ايه? الحمد لله الف مبروك يا سلمة على الاعلان. الله يبارك سيك الله يبارك سيك شكرا. كلمين يا سلمة طبعا عن يعني اول عمل ليك مع فنان زي الفنان حلمة عبدالباقي ده بمسلك ايه? انا قصد حيني طبعا اجل ما اتتغل معي يعني هو من الناصر المحترمة جدا كنت بسمع عنه احسن كلامه كده والكلام اتعكد بعد ما ما اتتغلت معي اتبسطت جدا واكيد حاجة زودت لي طبعا. طيب يا سلمة دلوقتي احنا في الفترة الاخيرة يمكن حصل مع حضرتك مداخلة قبل كده واتكلمتي وقلتي انا الفترة الجاية متاجهة ان انا ادخل الوسط الفني وشغل على نفسي بشكل كبير وبالفعل تفاجأنا بموضوع الاعلان فعايزين نعرف التفاصيل ايه الحكاية وايه اللي جاي في هذا المشروع وعملت ايه بالزبط انا يعني الخطوات اللي انا ماشي عليها ما بحبش ان انا يعني اتكلم فيها كثير يعني بحب ان انا اشتغل دايما على نفسي اكتر يعني ناس كتير انت اول حد كنت عارف الموضوع ده ناس كتير عاربت علي يعني حاجات في التمثيل وحاجات في الاعلانات بس انا حبر ان انا اشتغل على نفسي اكتر بورث ان انا يعني اذاكر اكتر على سنة ما يجي اطلع للجمهور يعني يبقى عندي فعلا اللي قدمه بشكل صح بس يعني ده من وجهة نظري فيه ناس ثانية ممكن تاخد الموضوع ان هو لا خلاص هي موهبة وبس لا هو دلوقتي بقى فيه ناس كتير عندها موهبة لازم موهبة جنب الدراسة ده من وجهة نظري طيب ايه اللي عملتي يا سلمة في الشغل ان انت عملته اشتغلت على نفسك عملت ايه انا اختبت يعني بقى لي ده تالت شهر اللي هي باخد ورشة يعني بدين ذكر اثاني عند مين عند حد كثير جدا في الوسط وليا بقيتني كثير جدا وعلمتني اكتر وبس يعني ده ده عن المستوى الفني طيب والتبيت فيه فيه ان شاء الله اخبار يعني يعني حتى عملتها قريب ان شاء الله عايزين الحصر اللي عندك يا سلمة عايزين الحصر اللي عندك هنا يعني ايه دلوقتي خليها مفاجأة احنا لا احنا احنا بديبقى مبسوطين يا سلمة لما بنلاقي فيه شغل وعمل بيبقى ليه قيمة طبعا طبعا انا عايز اقولك اللي حاجة بقى فيه دلوقتي ناس ببتظبر ان احنا ا아아 يعني عندنا تأخر في حاجات كثيرة لا يا جماعة مصر بلد المودة مصر اول ما نتكلمت في المودة وروض المودة عندنا انا بتكفر اي دولة عربية بقول ان انا من بلد اا يعني البحيري من بلد البحيري من بلد سمه هجرس من بلد اقوى ناس في الفاشل وفي الموضة عندنا فبدأ لأول ما بلاقيه حد ما بيبقاش فاهم قوي في الموضوع بيتكلم عنه من وجهة نظره الشخصية ده بقى ذا علامة الموضة لازم تحترم لأن الموضة لا تكل عن السياحة الموضة دي السياحة يا سلمة أنا معاك إن هي الموضة لازم تحترم وإحنا بنحترم من الموضة وكل حاجة بس بيبقى فيه برضو حدود للموضة فالناس ممكن تكون بتنتاخدك عشان ممكن تكون الموضوع وتعدى الحدود من وجهة نظره مهمة بالذات يعني أكيد بيبقى فيه حدود وإحنا طالما إحنا مش بنتعدى الحدود إيه المانا إحنا أنا ليه أصحابي بره في دول الخليج بيقولوني معقولة مثلا في حد بيتكلم عن بريس مثلا عادي بريس مفتوحة أو كده إن هو أوبر وإن هو ممكن يحدث أو الكلام ده كل فيه ناس بتبقى مستغربة الموضوع بقوا بيروضوا إن إحنا كده لا إحنا مش كده إحنا قضاءنا أحسن قضاء في العالم قضاءنا قضاء محترم وما بيتأثرش لدى الجن الإلكترونية ولا بقاله وقلنا ولا بكلام ده كله كان زمن البلد كلها محبوسة ولا إيه؟ إحنا طبعا إحنا يعني كان زمن البلد كلها محبوسة ولكن خلينا سلمة نتكلم برضو يعني إحنا تابعنا من يومين تقريبا كده وفيه أخبار على بعض المواقع برضو بتتكلم في دعوة قضائية مرفوعة عليكي بخصوص برضو شغلك كل واحد حر أنا حر أرفع على حد دعوة قضائية أي حد حر يرفع على حد دعوة قضائية إنت حر وفي الآخر إحنا بنقف أنا وإنت قدام قضاءنا المحترم اللي ما بيتأثرش للمرة الثانية بالقال والقلمة وما بيتأثرش بالجن الإلكترونية وما بيتأثرش بأي حاجة قضائي أنا وفقة في مليون المية أنا ولا واحدة ليه وفقة ولا واحدة أعرف فلان والعلام ولا زي ما بيقولوا هو الكلام الدارج اللي هو ليها ظهر وليها حد أنا مريش أي حد خالص وأنا وقفت قبل كده قدام قضاء محترم زي القضاء المصري وأنصفني وأنا الحمد لله أنا مش بأن حاجة غلط وأنا مسماية عارضة أزياء عارضة أزياء دية مفيش مش محطوط لنا كرشوء أو حاجة أو نموذج إحنا نمشي عليه عارض الأزياء ده إنت أكيد عارف وحضرت أكيد مهارضانات عالمية أو كده عارض الأزياء بيلبت من أول يعني سوري البكيني لحد 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 المحطوطين لا أنا معاك يا سلم سلم بصي أقولك على حاجة أنا معاك في حيثة الأزياء أو عرض الأزياء العالمية إحنا كمجتمع مصري هنا أو مجتمع عربي ما بنتشبهش به الدول الأجنبية والعربية في موضوع عرض الأزياء يعني إحنا برضو إيه نشتغل بما يونسي بالزول عام ومصري أنا ما تلاقص بميوك أنا ما تلاقص بميوك ولو تلاقص بحرية شخصية يعني إحنا لازم نفصل بين الحرية الشخصية وبين الناس دلوقتي بقيت فيه فئة فئة بتروض هي إيه زي فلانة وعلانة من بتوع الفيكس لا يا جماعة دول نقرأ واشنا نقرأ أنا كعارضة أزياء ليه يعني حياتي ده مجال شغلي ده شغلي طيب يا سلم احنا بنحقيك على صيقتك في نفسك وبنتمنى لك كل التوفيق طبعا وصيقتك الكبيرة وشغلك على نفسك في أنك أنت ناوية تخش الوسط الفن بالقوة وكمان زي ما قلتنا في المداخلة أنك أنت بتحضاري أو عملتي ورش تمثيل كتير جدا وأنه فيه أعمال بس أنت مش حابة تفسحي عنها معانا هنخليها الحلقة تانية ولا حاجة بنشكرك يا سلمة ونبركلك على الإعلان الجديد ومزيد من التوفيق